خفضا جديد في أسعار الذهب اليوم والدولار يحافظ على استقراره في البنوكة العاملة بمصر وهذا بعد قرار المركزية الاستثنائية فماذا يحدث في صوق الساغة وهل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟ وكيف يتم تحديد أسعار الذهب اليوم في الوقت الحالي؟ وما هو أيضا سعر الدولار اليوم في البنوكة؟ كل هذا وأكثر سنوضحه الآن من خلال تغطيتنا الاقتصادية ونبدأ بالذهب سجل سعر الذهب عيارة 24 الأوسع انتشارا حوالي 3520 جنيه للبيع و3462 جنيه للشراء وبهذه الاختلافات بالطبع حدث ثبوت في الأسعار بلحوة 5 جنيهات 75 كرشل وبلغ سعر الذهب عيارة 21 الأعلى فئة حوالي 3080 جنيه للبيع و3030 جنيه للشراء حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات وصل أيضا سعر جرام الذهب عيارة 18 الأوسع بين الأعيرة الذهبية لحوالي 2640 جنيه للبيع و2597 جنيه للشراء وخسر العيارة نحو 4 جنيهات 25 كرشل وسجل سعر جرام الذهب عيارة 14 الأقل فئة حوالي 2053 جنيه للبيع و2020 جنيه للشراء وبكده حدث انخفاض بسعر 3 جنيهات وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24 ألف للبيع و24240 للشراء وسجلان خفاض يقدر بنحو 40 جنيه والأمصة حوالي 21 دولار للبيع و21 أيضا للشراء 72 تختلف أسعار ذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصغة بين 30 و65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب باختلاف أيضا محلات الصغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب تعد أسعار ذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيمة خاصة للمقابلين على ذواك فضلا عن المستثمرين نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمية وذلك في الوقت الذي تتدهر فيه اقتصاد الكثير من الدول وأصبح الذهب ملازا آمنا للكثيرين سواء في مصر أو باقي الدول العربية أما عن عوامل تحديد سعر الذهب عالميا يعد الذهب من السعر السلع المتداولة يوميا ولذلك فإن السعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يوميا وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر على سعر جرام الذهب منها معدل سعر الفائدة عالميا ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم أما برفع كيمتها أو خفضها وذلك وفقا لحالة البلد الاقتصادية وأسعار النفط عالميا عادة ما يشهد سوق النفط ارتفاعا وانخفاضا في معدل الأسعار ولذلك يلقى البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر آمئ أمانا من ناحية الاقتصادية وبالتالي ارتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الانتاج ومعدل العرض والطلب ومازال سؤال الأكثر انتشارا وبحثا هو عن الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب وهذا ما كشفه عمر المغربي عضو الشعب العامة للمجوهرات والذهب في مصر وهو في الاتحاد العام للغرفة التجارية وتحدث عن حالة الذهب هذه الفترة وهل لحان وقت الشراء أم لا وقال عمر المغربي أنه من قبل شهر رمضان بأسبوع كان هناك حالة من رواق في سوق الذهب وطلبا كبيرا على المشغلات الذهبية مشيرا إلى أن هذه الحالة لا تزال مستمرة خلال الفترة الحالية إذا أن الطلب على المشغلات الذهبية أكثر من السباك أضف أيضا عضو الشعبة الذهب أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب إذا أن الارتفاع والانخفض تكون بنسبة بسيطة مع تغيرات سعر البورسة والعرض وطلب في السوق المحلي ونصح عضو شعبة الذهب أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى الطويل أو البعيدة لذا من يمتلك فائد من المال يمكنه شراء الذهب موضحا أنه لا يفضل بيع الذهب إلا عنده أيضا دعونا من الذهب منتقل إلى الدولار حيث استقر سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر وكانت أسعار الدولار قد شهدت هبوطا كبيرا بعد تحديد سعر عادل الجنيه المصري والقضاء على السوق الصوداء في مصر حيث وصل سعر الدولار في وقتا سابق إلى 73 جنيه أما الآن فيتروح سعر صرف الدولار ما بين 48 و47 جنيه وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر بقيمة 47 جنيه للشراء أيضا 47 جنيه للشراء و85 كرشا سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47 جنيه للشراء و47 جنيه للبيعة كان أقل سعر الدولار اليوم 47 جنيه للشراء و47 جنيه و75 إرش للبيعة في البنك العقاري المصري العربية أخيرا مشاهدين نوضح لحضراتكم أسعار أشهر العملات العربية وأشهر العملات العربية والأجنبية وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51 جنيه للشراء و51 جنيه للبيعة 96 كرشا ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 60 جنيه 38 كرش للشراء و60 جنيه 58 كرش للبيعة واستقر سعر الريال المصعودي في البنك المركزي المصري نحو 12 جنيه 72 كرش للشراء و12 جنيه 76 كرش للبيعة وأيضا سجل دينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 126 جنيه للشراء و126 جنيه 95 كرشا للبيعة وبلغ سعر الدولار اليوم الامراتي في البنك المركزي نحو 12 جنيه للشراء و13 جنيه للبيعة إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية تخطيتنا الاقتصادية شكرا لطيبة المتابعة كنت معكم ملك ريان شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر